هنبدأ بأول عاجل زي ما بنقول خلينا برضو نتكلم نروح لأمريكا بايدن إخراج روسيا من منظومة سويفت للتعاملات المصرفية لا يزال خيار للرد على بوتين أنتوا عارفين طبعا بأنه الولايات المتحدة بتتابع عن كثب وطول الوقت فيه تصريحات وأعتقد أنه يعني وكان فيه رد تاني كان فيه رد من بوتين بأنه لن يخرج من المنظومة الدولية فهل ده معناه أنه قد يسمع يعني كلها لسه تكهنات محدش عارف الموقف حبايا بايدن يؤكد أيضا الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو لكنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا كمان بيؤكد بأنه لا يوجد هناك قوات حيتم إرسالها من خلال حزب الناتو بشكل كبير الصين كمان بتنظم رحلات جوية لإجلاء موطنيها من أوكرانيا وده شيء طبيعي عدد من الدول الكبيرة خلاص بدأت تجلي رعاياها طول الوقت وزير الدفاع الأوكراني في الكريملين يجيز يجهز لموجة جديدة من الهجمات تشمل ضربات جوية وأيضا وزير الدفاع الأوكراني يؤكد بأنه نستخدم عينات من الأسلحة الحديثة التي تلقيناها من شركائنا طبعا دي نفس هذه الأخبار أيضا لا تريح الجانب الروسي لأنه أيضا كانوا يعلقون طول الوقت بأنهم يحاولون من خلال هذا الهجوم العسكري أن يؤمنوا جانبهم خلينا برضو ناخد هذا العاجل قادة الاتحاد الأوروبي يفردون عقوبات على القطاع المالي والطاقة والنقل في روسيا وتابعنا ده أيضا من خلال الاتحاد الأوروبي رويترز كمان خبر بتقول عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل فرد قيود على الصادرات ووضع مزيد من الروس على القائمة السوداء يعني مش بس رويترز احنا كمان تابعنا من قليل كان فيه مؤتمر مع جونسون في البرلمان وكان بيتكلم أيضا في بريطانيا تحديدا على أنه رؤوس الأموال أو الأثرياء الروس أو من يتعاملون بأنه هيكون فيه تعاملات معهم وهايكون فيه وقف التعامل معهم بشكل كبير الشرطة الأوكرانية كمان تقول أن القوات الروسية استولت على جزيرة زمني قرب أودسا ده من قبل الشرطة الأوكرانية رويترز أيضا فيه خبر آخر بتقول نقلا عن مسؤول أمريكي روسيا مزالت تدفع بتعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا فطبعا الموقف زي ما انتم عارفين لسه مش عارفين تدعياته حتوصل لإيه وكالة الفرنسية للأنباء أيضا يعني فيه خبر بتؤكد وتقول بأن منظمة الأمن والتعامل في أوروبا تجلي مراقبيها من أوكرانيا ونفس الخبر بأنه دول كتير بتحاول إما أن تطمئن على وجود الرعاية بشكل آمن أو أنها تجلي رعاياها وده الشكل الأكثر الموجود الآن أمم المتحدة أيضا في خبر بتقول بأن هناك مئة ألف نازح داخل أوكرانيا وألاف غادروها إلى الخارج هنا هذا الخبر يعني وكأن الزمن يعيد التاريخ من جديد يعني نحن أمام دول كثيرة جدا بها مشاكل وبها نزحين وبها لاجئين يعني كم سيتحمل العالم من اللاجئين يعني الخوف أن يصبح العالم هو نفسه لاجئ إلى عالم آخر يعني اللاجئين أصبحوا كثر في دول كثيرة خبر تاني مسؤول دفاعي أمريكي بيقول بأن القوات الروسية تقدمت أكثر وأصبحت أقرب إلى كييف فإحنا برضو نتابع معكم مسؤول دفاعي أمريكي يقول بأن روسيا أطلقت أكثر من مئة وستين صاروخا خلال الهجوم على أوكرانيا الحقيقة التدعيات كثيرة والأخبار كثيرة والعواجل كثيرة لأنه كمان نحن نتابع معكم زي ما أنتم شايفين في الصورة العالم كله بيتابع في كل لحظة وكل دقيقة هناك أخبار وهناك أيضا مؤتمرات وهناك يعني أراء مختلفة وهناك أشياء مختلفة ولكن العالم كله بيفرد يعني رأيه والعالم كله الحقيقة بيرفض هذا التدخل العسكري أو الهجوم العسكري لأنه في النهاية إحنا عارفين أنه العالم كله أصبح اليوم دائرة واحدة يعني ما يجري في أي بلد بالتالي أنت يعني لن تكون بعيدة عن الأضرار حتى لو كنت بعيدة عن هذه الدولة أنت لست بعيدا عن هذه الأضرار ترجمة نانسي قنقر